اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيسي مجلس الوزراء والدكتور خارد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمر طلعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير منظومة التعليم الجامعية والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع بما فيها إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية والحكومية والدولية والتكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية وكذا التحول الرقمي وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات وتعميمه على كافة طلبة الجامعات في جميع التخصصات في إطار المشروع القومي لتنفيذ الاختبارات المميكنة فضلا عن استعراض آخر مستجدات الانتهاء من عملية امتحانات العام الدراسي الجامعي الحالي وكذلك لاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجامعي 2020-2021 وقد وجه السيد الرئيس بتخصيص مئة منحة دراسية مجانية لأوائل شهادات الثانوية العامة وأوائل شهادات الثانوية الفنية للالتحاق والدراسة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية الجديدة للعام الدراسي المقبل على أن يتحمل صندوق تحيا مصر تمويل تكاليف تلك المنح كما وجه السيد الرئيس باستمرار الجهود للنهوض بقطاع التعليم العالي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد المصرية وذلك من خلال اعتماد عدد من المشروعات في هذا الصدد والتي ستتكلف نحو 30 مليار جنيه بما فيها التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية القائمة عن طريق استغلال الأراضي التي تملكها في المجتمعات العمرانية الجديدة مثل إنشاء جامعة قناة السويس الأهلية في منطقة شرق الإسماعيلية وجامعة فورسعيد الأهلية في مدينة السلام وفي ذات السياق أكد السيد الرئيس على ضرورة صياغة المنظومة الجامعية على نحو يعظم من الاستفادة العلمية والأكاديمية منها بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريين الجدد من التخصصات المميزة الحديثة خاصة في مجال التكنولوجيا ومختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل الحالي سواء داخل مصر أو خارجها موجها سيادته في هذا الخصوص بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من الجامعات التكنولوجية الحديثة والتي تشمل مدن ومناطق أسيوط الجديدة وطيبة والسادس من أكتوبر وبرج العرب وشرق بورسعيد وسمنود وذلك لدراسة التخصصات ذات الصلة بالأنشطة الصناعية التي تتميز بها تلك المدن والمناطق وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير التعليم العالي عرض في هذا الإطار جهود الوزارة في التفاوض للاستعانة بخبرات أرقى الجامعات الدولية للتوأمة في مصر إلى جانب الموقف التنفيذي وفق البرنامج الزمني المحدد للانتهاء من إنشاء عدد من الجامعات الأهلية الجديدة بالشراكة مع أفضل الجامعات على مستوى العالم وذلك في مدينتي الجلالة والعالمين وكذا جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة في كل من شرم الشيخ والطور ورأس سدر كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار جهود إنشاء عدد من المستشفيات الجامعية الجديدة وفق أحدث المعايير إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية القائمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في ظل مساهمة تلك المستشفيات في توفير الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية كما عرض الدكتور عمر طلعت الجهود المشتركة ما بين وزارتين اتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي في عدد من المجالات والمشروعات كما استعرض السيد وزير الاتصالات سير العمل في مراكز إبداع مصر الرقمية في عدد من المحافظات فضلا عن الموقف التنفيذي للمناطق التكنولوجية والتي تركز بدورها على الصناعات كثيفة العمالة وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد رئيس الهيئة الهندسية عرض الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من المباني والمنشآت الجديدة في مختلف الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية اشتركوا في القناة